عمليات متلاحقة لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن عبر الحدود بين البلدين تقابلها عمليات عسكرية ناجحة للجيش الأردني أحبط خلالها عدداً من محاولات التهريب وقتل بعض المهربين واعتقل البعض الآخر غير أن ما يجري على الحدود الأردنية السورية يحمل أبعاداً أخرى أعمق تأثيراً من كونها جرائم تهريب مخدرات فبحسب بيانات السلطات الأردنية فإن قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية المنتشرة في جنوب سوريا قرب الحدود ضالعون في عمليات التهريب بطواطئهم مع عصابات المهربين تواطئ بدى في رأي محللين محاولة من جانب تهران لتوفير مصادر تمويل للميليشيات الموالية لها في ظل الأزمة الخانقة التي يواجهها لاقتصاد الإيراني مؤخراً بسبب العقوبات كما بدى كذلك محاولة إيرانية لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب عشرات الآلاف من القوات الروسية دعماً للحرب الدائرة في أوكرانيا وأمام هذا المتغير الأمني الجديد أكد الملك الأردني أن الوجود الروسي في جنوب سوريا كان مصدراً للتهدئة وحذر من أن الفراغ الذي ستتركه روسيا في سوريا ستملأه إيران تصريحات قرأها المحللون في سياق التحذير الأردني من اختلال قواعد معادلات القوة في المنطقة ذلك الاختلال الذي دفع الجيش الأردني إلى تطبيق قواعد الاشتباك ضد عمليات التهريب التي تستهدف ضرب الاستقرار وتحويل الأردن إلى سوق ومعبر لتجارة المخدرات نحو محيطه العربي وبحسب مراقبين فإن الأردن ربما يضطر إلى التدخل العسكري في الجنوب السوري لضبط الأوضاع الأمنية على حدوده في ظل عجز نظام بشار الأسد عن ضمان أمن جيرانه أو التحكم في الميليشيات الإيرانية المنتشرة في بلاده ترجمة نانسي قنقر